رغم الركود الكبير الذي تشهده سوق العقار منذ مطلع السنة عبر مختلف ولايات الوطن إلا أن أسعار شققي بالعاصمة لا تزال تسجل ارتفاعا إذ بلغ متوسط بيع شقة من فئة ثلاثة غرف 1.5 مليار سنتيم حسب ما أكدته فيدرالية الوطنية للوكالات العقارية المقياس يقول لك أما باقي الولايات فتعرف أسعار الشقق من فئة ثلاثة غرف تفوتاً في الأسعار حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للمنطقة بعد ركود سوق العقار خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة الاقتصادية إلا أن معاملات بيع وشراء العقار عرفت جموداً آخر منذ بداية الحراك ورغم ذلك يسجل سعر شققي بالمدن الكبرى ذات النشاط الاقتصادي الكبير على غرار العاصمة استقراراً في الأسعار التي تضاعفت حوالي 6 مرات مقارنة مع أسعار العقار مطلع سنة 2000 وهو ما يتطلب وضع الحكومة لآليات جديدة تقنن من خلالها أسعار العقار والشقق التي عرفت ارتفاعاً جنونياً خلال السنوات الماضية